بدقيقة و 45 ثانية قتلت إسرائيل عصام عبد الله وجرحت 6 صحفيين تانيين يوم 13-20 لأول 2023 أظهر تحييق عملته منظمة التان اول هولندي للأبحاث بطلب من وكالة رويترز أنه إسرائيل مش بس أصفت الصحفيين بعلمة الشعب بأزيفتين من دباب من عيار 120 مليماتر بس كمان أطلقت عليهم 50 طلقة من رشاش تقيل مركافا تانجز يمكن أن يكون محطة مع محطة 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 يمكن أن يكون محطة مع محطة تانجز استند التحييق على تحليل الأصوات ومقاطع الفيديو والصور الجوية ومن خلاصاته أنه دبابة إسرائيلية نفزت الهجوم عن بعد كيلومتر ونص تقريبا أنه الأزيفتين هن من صناعة شركة قلبة الإسرائيلية أنه الصحفيين تواجدوا بالمكان أكتر من 53 ديئة قبل لحظة الاستهداف مجهزين بإشارات صحفية واضحة ما حسامي ترويترز ولا تبنت أنه إسرائيل أصدت قتل عصام واستهداف الصحفيين وعطيت مساحة لخبير إسرائيل يعبر عن هذا الشيء إسرائيل قتلت عصام عبد الله مثل ما قتلت صحفيين تانين مثل ما عمت بيت شعب فلسطيني بكامله عن سابق تصور وتصميم